تطورات متسارعة يبدو أنها بدأت ترسم المشهد اليمني في ظل التراجع الكبير لميليشيات الحوثيين وصالح تحت ضربات الجيش والمقاومة الشعبية لا سيما في تعز ففيما تشتعل جميع الجبهات المحيطة بالمدينة أكدت مصادر ميدانية أن انهيارات واسعة في صفوف الميليشيات حدثت في الجبهة الغربية وجبهة الأقروض في حين قامت الميليشيات بإعادة نشر قوات من اللواء 22 الموالي للمخلوع صالح من ضاحية الجند باتجاه شارع الستين في شمال تعز في حين قامت الميليشيات بإعادة نشر قوات من اللواء 22 الموالي للمخلوع صالح من ناحية الجند باتجاه شارع الستين في شمال تعز غير أن المقاومة تخض مواجهات عنيفة وغير مسبوقة ضد هذه القوات كما تدور مواجهات مباشرة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الجهة الشرقية من المدينة قياديون في المقاومة أكدوا أن العملية العسكرية التي بدأت بدعم مباشر وغطاء جوي من قوات التحالف ستتواصل لفك الحصار عن المدينة من جميع الجهات واستعادة سيطرة الشرعية على محافظة تعز بالكامل وكان الناطق باسم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أعلن أن أكثر من ثلاثين عنصرا من ميليشيات الهوثي قتلوا وجرح العشرات كما تم تدمير الكثير من الأليات خلال المعارك التي دارت في جبهتي غارب وجنوب تعز ونتيجة للقصف الجوي لطائرات التحالف ونقل عن شهود عيان قولهم إن أعدادا كبيرة من مسلحي الميليشيات فروا من أرض المعركة هذا وكان الجيش الوطني قد سيطر على مواقع كثيرة من الجبهة الغربية من بينها معبر الدحي وجبل الزميل والبعرارة فيما لجأت الميليشيات إلى قصف الأحياء السكنية في المدينة ردا على الهزيمة التي منيت بها وتستهدف الميليشيات بقذائف الدبابات والمدفعية الأحياء السكنية في المدينة كما تدور الشباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية مسنودة بالجيش الوطني من جهة والميليشيات الإنقلابية من جهة أخرى في حي الدعوة في شرق المدينة وشارع الأربعين شمال شرق تعز نبیل سالم العربية